طيب بشوي انت تعلمت طبعا في البيت اول حاجة هل بعد كده طورت وتعلمت في حتة تانية ولا كان البيت كافي ان انت تتعلم كل لغة الاشارة عمر الطفل خيان نبعد عن لغة الاشارة عمر الطفل ما هيكون في البيت بيتعامل مع اهله وهيخرج برا للمجتمع تاني هيتعامل نفس المعاملة ليه لان في البيت هيسمع مصطلحات برا مش هيسمعها وفي البيت هيقول مصطلحات عمره برا ما هيقولها وبرا هيقول مصطلحات ممكن ما تكونش تذكر في البيت أصلا فنفس الموضوع في لغة الإشارة عمر الطفل اللي بيتولد من أسرة سماء لو هو بيتكلم يتعامل بلغة الإشارة معهم فده معناه أنه هو سرتفيكات أو أنه هو يقدر يترجم لأن كسة أنه هو يترجم فهو محتاج أنه هو ياخد دورات على مستوى الوطن العربي إحنا لدينا منظمات عربية وبيبقى فيه كمان كلمات باللغة العربية بزبط يعني القموس الإشاري الأكاديمي ده إحنا بنكتسبه أول حاجة من السوق لما بننزل نتعامل في الشغله مع الصم في المجتمع عموما سواء في المبادرات أو المؤتمرات وخلافه ثاني حاجة هو أن إحنا لما بنتلع المنظمات الدولية والاتحاد الدولي اللي ليه علاقة بمترجم الإشارة بنكتسب ده في دورات وخلافه فهو دي الحاجات المهمة اللي ممكن تخليه مترجم الإشارة يبقى طالع من أسرة سماء يتكن فيما بعد السوق أنه هو يبتدي يتعامل باللغة بكل سلاسة اشتركوا في القناة